الوافد الجديد من ودي دجلة للنادي الأهلي عبد الرحمن الرجدان لعب النادي الأهلي الحالي ولاعب منتخب مصر للشباب ولاعب منتخب مصر الأولمبي وهي دي السياسة اللي بدأ يركز عليها لجنة التخطيط ونادي الأهلي إنه يضم عناصر مميزة من قطاعات ناشئين أخرى للنادي الأهلي ودي سياسة ممتازة هنشوف إن شاء الله صداها خلال السنتين ثلاثة القادمين لما نشوف اللعبة دي مميزة بتلعب مع الفريل الأول وأيضا في منتخب مصر الأول من أورن عبد الرحمن بنورك يا كابتن طبعا تشرفت بوجودك بوجودي مع حضرتك هنا في البرنامج أولا بنبارك لك على ضمامك النادي الأهلي الله يبارك في حضرتك خطوة مهمة جدا في حياتك طبعا خطوة مهمة جدا تكون النادي الأهلي مع أنها كانت خطوة صعبة بس الحمد لله يعني يا ربنا وفقني في الخطوة دي وخطوة قياسة طبعا إيه صعبت صعبة ليه؟ تفاوضات يعني كترح جايب؟ ايه التفاوضات كان معايا كريمي الدبيس وانتقل معاك هناك دجلة قال لي كان فيه مفاوضات من فترة من سنتين اه انت برضو في نفس مفاوضات معاك اه كان فيه كلام كده ومن سنتين يعني حتى كانوا بيتابعوني يعني اه بس الحمد لله السنة دي تمت يعني الحمد لله طب قل لي مين كان بيتابعك من سنتين وحطت عينه عليك عشان يجيبك الناد له هو كان فيه كبات كتير يعني كان آخر كلام كان كابتن شرف المساكنة دلوقتي في فرقة كتب حمد شرف اه كان كلمني اول ما روحت الفرقة اه قال لي اللي احنا كنا متابعينك وانا اتفرقت عليك من سنتين وكنا متابعينك يعني اه في النادي كله بيكلم عليك وانا الحمد لله السنة دي يعني الصفقة تمت وعايزينك كده ان شاء الله تشد حيلك يعني معنا المفاوضات بقى لما تمت المرة دي مين الاول واحد اتكلم معاك اه او فتح المفاوضات مرة تانية كان كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي لابس اه كلمك كان اتكلمني كان كلم وكيلي اه اه وقال له ان احنا عايزينه في النادي ووكيلي تواصل معايا كنت انا في المنتخب في السعودية اه في بطولة الشباب العرب بطولة العربية اه اه فقال له ان هو بعد ما يرجع مصر هنزبط ونقعد يعني مع بعض والحمد لله رجعت وقعدنا والصفقة تمت على خير يعني الحمد لله قدت انت بطولة كبيرة لسه نتكلم عنها باستفادة لقتي بطولة العرب دي اللي فتحت المفاوضات بقى بجدية ايوة طبا ايوة بطولة العرب يعني كنا كلنا على اعلى مستوى وكل واحد يعني في البطولة دي بعد البطولة في كزا حد راح كزا نادي يعني بعدها ترجمة نانسي قنقر